حاملاً جهازاً للرصد والاستكشاف وعدسة مكبرة يقضي علي المغاري أسابيع بل شهوراً متجولاً بين الكثبان الرملية في منطقة صحراوية قريبة من أجدير بحثاً عن الأحجار النيزكية. بمجرد أن يلتقط الإشارة، يقتنص المغاري الفرصة ليعد بطاقة تقنية للنيزك قبل أن يتوجه للمتحف الجامعي للنيزك حيث يجري المتخصصون في علوم الجيولوجيا المزيدة من الاختبارات على الجسيم الفضائي. المتحف الجامعي للنيزك هو أول متحف عربي وإفريقي من نوعه أسس سنة 2016 بهدف الحفاظ على المتحف. الموروث العلمي والجيولوجي من النيزك وتقريبه من الباحثين والطلبة ويضم مختلف أنواع النيزك من المغرب ودول أخرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. أكثر من 50% النيزك التي كانت في المتاحة العالمية والمختبرات الدولية هي مغربية. مغربية كانت النيزك ومما جداً أعطتنا معلومات علمية كبيرة. على أساس هذا المتحف في 2016 عنده ثلاثة أدوار. الدور الأول البحث العلمي وحاولنا نطوره هذا البحث العلمي مع جامعات ابن الزور وعندنا دكات يرى أخذوا الدكتور دينون في هذا البحث العلمي. وعود الدور الثالث هو كان ساعده الناس الذين يقلبوا عن نيزك لأن هذا موروث جيولوجي مهم وما كانش معروف. وفي 2014 نحن نخدمه مع الناس سورتو في الصحراء. نخدمه بأننا ركين هذا الموروث وخص نحافظوا عليه. يشتهر المغرب بتساقط العديد من أحجار النيازك خاصة في المناطق الجنوبية القاحلة. حتى باتت مطمعاً للسماسرة المتخصصين في جمع هذه الأحجار الثمينة. لذلك يأمل القائمون على هذا المتحف وبالتعاون مع صيادية النيازك. في وضع حد لتهريب الأحجار النيازكية المغربية إلى خارج البلاد. حيث تباع في الأسواق العالمية بأسعار باهضة قد تصل إلى ثمانية آلاف دولار للجرام الوحد.